موقع حصص اونلاين نضع العلم بين يديك يعطيكم العافية جميعا في هاي الحصة راح نشرح العمليات الحسابية على الكسور العشرية ونكمل مع بعض باذن الله تعالى العمليات الحسابية ايضا على الكسور العادية ومفهوم الاسس والجذور ان شاء الله طيب اول اشي بدنا نحكي فيها جماعة الخير انه احنا لما نقول عن العمليات الحسابية كالعادة جامع طارح ضرق قسمة ما في اشي جديد لكن ماذا نعني بالكسور العشرية او الاعداد العشرية بشكل عام هي تلك الاعداد المحتوية على فاصلة عشرية اللي هي زي الحرف الواو اللي صغيرة هاي هاي اسمها فاصلة عشرية يعني مثلا اتنين فاصلة سبعة بالعشر اهذا عدد عشري هذا بتكون من جزئين الجزء الصحيح اللي هو على يسار الفاصلة والجزء العشري اللي هو على يمين الفاصلة اذا ما يميز العدد العشري او الكسر العشري هو وجود الفاصلة العشرية وهاي الفاصلة العشرية يا جماعة الخير العدد اللي بيكون على يسارها هو عدد صحيح ينسميه الجزء الصحيح بينما العدد الذي يكون على يمينها هو الجزء العشري هو الجزء العشري الان احنا بدنا نحكي عن العمليات الحسابية على الاعداد اللي زي هيك تنين فاصلة سبعة خمسة وستين بالمية واحد فاصلة ميتين وثلاثة وثلاثين بالألف هاي كلياتها اسمها اعداد عشرية الان بدنا نعرف كيف نجمعها مع بعض كيف نطرحها كيف نضربها كيف نقسمها رح ناخد ما يلزمنا ما يلزمنا من العمليات الحسابية على الكسور العشرية في مادة الرياضيات الأدبي والفندقي اول اشي بدنا ناخد الجمع والطرح الجمع والطرح المادة الرئيسي في الجمع والطرح يا جماعة الخير انه بدنا نحط الفاصلة تحت الفاصلة ونجري العملية يعني انا لو اجتني عملية جمع او طرح لا اعداد عشرية بحط الفاصلة تحت الفاصلة وبعدين نجري العملية سواء كانت عملية جمع او كانت عملية طرح مثلا جانا سؤال زي هذا اتنين فاصلة تلات بالعشرة زائد خمسة فاصلة خلنا نحكي خمسة وتسعين بالمئة انا بدي اجمع هدول الكسرين العشريات مع بعض هدول العددين العشريات مع بعض طلعوا كيف نجمعهم بحط الفاصلة تحت الفاصلة بقول هاي الفاصلة تحت الفاصلة العدد الاول يلي هو 2.3 طلع بالضبط هاي الاتنين على يسار الفاصلة والثلات على يمين الفاصلة العدد التاني خمسة فاصلة خمسة وتسعين هاي الخمسة هون هاي التسعة هون وهي الخمسة هون شو العملية جمع بدي اجمعهم بس أكيد لاحظتوا أنه هون ما في منزل عشرية شو منحطها؟ صفر إذن هلأ اكتبوا لي عندكم ملاحظة العدد الذي لا منزلة عشرية له منزلته صفر يعني لما بدي أجمع عددين وما لقيت منزل عشرية شو منحط بدلها؟ منحط بدلها صفر يلا نجمع يلا صفر زائد خمسة خمسة ثلاث زائد تسعة إتناش اثنين وباليد واحد واحد واثنين ثلاث ثلاثة وخمسة فيها ثمانية براجع الفاصلة محل مكانة إذن جواب هذه العملية هو ثمانية صحيح وخمسة وعشرين بالمئة إحنا القراءة مش مطلوبة منا يعني وقت الحاجة لو ما عرفت إنها ثمانية صحيح وخمسة وعشرين خلص ثمانية فاصلة ثنين خمسة وصلى الله وبرك طيب ناخد عملية عملية طرح مثلا عملية طرح شوفوا لنا هذا السؤال مثلا سبعة فاصلة خلنا نحكي تسعة بالعشرة ناقص اتنين فاصلة اتنين وتلاتين بالمئة منقول بدنا نحط الفاصلة تحت الفاصلة هاي بدنا نحط الفاصلة تحت الفاصلة هاي سبعة هاي تسعة هون هاي تنين هاي تلات هاي تنين طب يا جمعة الخير فيش منزل عشرية اللي ملوش منزل عشرية شتفقنا نحط له صفر العملية طرح هاي طرح صفر ناقص تنين لا يجوز بس تلف من التسعة واحد قداش بيضل فيها تمانية هذا الواحد بعطيه للصفر بتصير عشرة عشرة ناقص تنين تمانية تمانية ناقص تلات خمسة سبعة ناقص تنين خمسة وبرجع الفاصلة محل مكانة هيا جماعة باللغة العامية زي كإننا بنحكي هيك واحد معا سبع دنمير وتسعين قرش اشترى شغلة بليرتين واثنين وتلاتين كم بيضل معا خمسة دنمير وتمانية وخمسين طب افترضوا إجانا عدد عشري مع عدد صحيح سواء جمع أو طرح يعني مثلا إجانا سؤال زي هيك خلنا نحكي سبعة فاصلة تسعة وتسعين ناقص تنين مش إحنا اتفقنا إننا بدنا نحط الفاصلة تحت الفاصلة خلنا نحط الفاصلة تحت الفاصلة العدد الأول سبعة تسعة وتسعين التاني تنين طب ها التنين هاي مش عدد صحيح العدد الصحيح شو ما نقعه بالنسبة للفاصلة مش على يسارها إذن وين بدنا نحط لتنين بدنا نحطها تحت السبعة طب يا الله في الشي هون منازل شو منقول اللي ملوش منزل منزلته صفر العملية طرح تسعة ناقص صفر تسعة تسعة ناقص صفر تسعة سبعة ناقص تنين خمسة وبرجع الفاصلة محل مكانة سواء كانت العملية طرح أو كانت العملية جمع هاتو تناخد سؤال على الجميع مثلاً بدنا ناخد أربعة فاصلة صفر صفر واحد زائد تلات كالعادة سوف نضع الفاصلة تحت الفاصلة هيحطينا الفاصلة تحت الفاصلة أربعة صفر صفر واحد زائد تلات عدد صحيح العدد الصحيح وين موقعه بالنسبة للفاصلة على اليسار يبقى راح نحط إيش تلات طب فيش منازل كالعادة اللي ملوش منزلها منزلته صفر واحد زائد صفر واحد صفر زائد صفر 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 زائد صفر صفر وأربعة زائد تلات سبعة برجع الفاصلة محل مكانة فإذا قبل ما نطلع من موضوع جمع وطرح الأعداد أو الكسور العشرية بدنا نأكد على أن طريقة الجمع هو أننا سوف نضع الفاصلة تحت الفاصلة ثم نجري العملية ألبت معي على مصري بعرفش ليش المهم ثم نجري العملية الآن لما بدي أجي أجمع أوطح إذا ما لقيت منزل عشرية شو بدنا نعتبرها؟ نمنع تبرها صفر هذا بالنسبة لعملية الجمع وطرح في الكسور العشرية الأعداد العشرية بشكل عام الآن خلينا نحكي عن عملية الضرب تعالوا معاي نحكي عن عملية الضرب بدنا نكتب هون عملية الضرب وهون يا جماعة الخير أنا ما بدي أحكي عن ضرب عدد عشر في عدد عشر هون أنا بدي أحكي عن ضرب عدد صحيح في عدد عشري هذا المعنى فيه بالدرجة الأولى خاصة في الدرس الأول عشان لما نيجي نكون الجدول ولو أنه تكوين الجدول مش مطلوب بنا بس لازم أفهمك شو معنى النهاية فعشان هيك بدي أعملك مقدمة بسيطة بسيطة جدا هون مثلا بدي أضرب العدد 3 ضرب خلينا نحكي 2.99 نحافظ على عدد المنازل التي على يمين الفاصلة على يمين الفاصلة منزلتين إذن بعد ما أضرب لازم يضلهم منزلتين انتبه للقاعدة لما بدي أضرب عدد صحيح في عدد العشري بدي أحافظ على عدد المنازل للعمين الفاصلة طيب خليني أضرب بدون فاصلة أول إش بدي أضرب بدون فاصلة يعني بدي أضرب 3 ضرب هذا العدد بدون فاصلة شو بيصير؟ 2.99 نحن بدون فاصلة إذن أول إش بأضرب بدون فاصلة بدون فاصلة 3 ضرب 9 27 7 وباليد 2 3 ضرب 9 27 طب 27 و 2 29 9 وباليد 2 3 ضرب 2 6 6 زائد 2 8 هاي الجواب لكن ضل علينا ايش؟ نحدد موقع الفاصلة تعالوا الفاصلة هون عامينها كم من منزلة؟ منزلتين يجب ان احافظ على هدول المنزلتين لو حطيتها هون بتكون عامينها منزلة؟ غلط لو حطيتها هون بتكون علي منها كم من منزلة؟ 3 منازل برضو غلط فبحطها هون طلعوا عامينها كم من منزلة؟ تنتين طب وفي السؤال كمان برضو تنتين يبقى حلي صح يبقى حلي صح تعالوا ناخد سؤال تاني مثلا حكالي 2 ضرب خلنا نحكي 4.9999 تعالوا نشوف بدنا نضرب التنين ضرب شوي انسوا لي الفاصلة اعطوني العدد بدون فاصلة راح يكون هاي 3 تسعات وراهم ايش؟ 4 بدنا نضرب طيب اتنين ضرب 9 18 8 وبيليد 1 طب اتنين ضرب 9 18 18 زائد 1 19 هاي 9 بليد 1 اتنين ضرب 9 18 18 زائد 1 19 اتنين ضرب 4 8 طب 8 زائد 1 فيها ايش؟ 9 بدنا نرجع الفاصلة على يمينها كم من منزلة؟ طلعوا واحد اتنين ثلاث اذا لما ارجع الفاصلة برضو لازم يكون على يمينها تلات منازل عدوا لي تلات منازل واحد اتنين ثلاث وحطوا لي الفاصلة بدنا تأكد حلي صح ولا لا؟ على يمينها كم من منزلة؟ ثلاث طب برضو هون على يمينها كم من منزلة؟ برضو ثلاث لقد حافظنا على عدد المنازل اذا حلي صح حلي صح تعالوا تناخد كمان السؤال فلنفترض اجاهنا السؤال بيحكينا فيه خلنا نقول ثلاث ضرب اتنين فاصلة صفر واحد بدنا نضرب ثلاث ضرب اتنين وواحد بالمية تعالوا نضربها منقول ثلاث ضرب انسوا لي شوي الفاصلة هلا برجع برجعها ضرب هاي واحد هاي صفر هاي اتنين بدنا نضرب ضرب عادي ثلاث ضرب واحد ثلاث ثلاث ضرب صفر صفر وثلاث ضرب اتنين ستة طب بدأ رجع الفاصلة عليمينها كم من منزلة يا جماعة؟ منزلتين اذا لازم في الجواب برضو يكون عليمينها منزلتين خلينا نعد منزلتين واحد، اثنين، برجع الفاصلة إذن في الضرب يجب أن نحافظ على عدد المنازل التي على يمين الفاصلة عيمين الفاصلة منزلتين، إذن في الجواب لازم يكون منزلتين عيمين الفاصلة تلت منازل، في الجواب لازم يكون تلت منازل وهكذا الآن بدنا ننتقل للموضوع الأخير في العمليات الحسابية على الكسر العشرية اللي هي موضوع القسمة وبدنا ناخد حالات معينة من القسمة اللي هي دائنة التكرار في امتحان الوزارة خليكم معاي بدي أكتب عنوان القسمة قسمة الكسور العشرية وناخد عليها أمثلة معينة بتخص ما يتعلق في امتحان الوزارة لمنهاجنا منهاج الرياضيات الأدبي والآيتي طيب نكتب عنوان مع بعض نكتب عنوان مع بعض اللي هو إيش؟ القسمة والقسمة هون أنا بدي أحكي إنها متكونة من ثلاث حالات خلينا أقول إنها متكونة من ثلاث حالات الحالة الأولى يا جماعة بدي أقسم فيها عشري على صحيح يعني اللي فوق جواته فاصلة واللي تحت لا الحالة الثانية بدي أقسم عشري على عشري والحالة الأخيرة داخدها لهون شوي بدي أقسم عدد صحيح على عشري زي ما قلت لكم أنا بدي أخذ حالات معينة اللي خلينا نحكي قد تمر معانا في المادة يعني خلينا نحكي دائما تتكرار في وحدة الإحصاء مثلا فيما لو لاحقنا نأخذ وحدة الإحصاء ما منعرف السنة الفاتت لجليل 2002 كنتم على دوركم تنطلب طيب خلينا أقول أول إشي بدي أخذ هون كسر عشري زي تسعة بالعشرة وأقسمها على عدد صحيح مثل التلاب أو مثلا واحد فاصلة تنين بالعشرة بدي أقسمها على تنين امتبهوا معانا أول إشي بدي أعمله بدي أعمل حالي إني مشايف الفاصلة أنا مو شايف الفاصلة بقسم قسم عادية اقسموا لنا تسعة تقسيم تلات تطلع تلات وبرجع الفاصلة ما هو هيك هيك طلعوا لي هون مش علي منها كم من منزلة وحدة وهون وحدة خير برجع الفاصلة طب مثلا قسمة واحد واثنين بالعشرة تقسيم اتنين بدي أعمل حالي مش شايف الفاصلة اقرأوا هذا العدد بدون فاصلة بطلع اتناش طب اتناش تقسيم اتنين ستة برجع الفاصلة بدي أتأكد إنه حالي صح علي منها منزلة علينا أن يمزلها هذا يا جماعة الصفر على الشمال دايماً بنسأل عنه هذا إحنا حتى في الحياة العادية لما بدنا نبين أنه إشي ليس ذا أهمية بنقول عنه زي الصفر اللي إيش اللي على الشمال يعني هو قلته واحد كتب أو لم يكتب على الجهتين نفس الإشي بس أنا بفضل إنه نكتبه ضحظوا يا جماعة الحالة الأولى اللي هي عشري على صحيح نبقي على الفاصلة نبقي الفاصلة نبقي الفاصلة لكن الحالة الثانية اللي فيها عشري على عشري بدي أحكي لكم نزيل الفاصلة نزيل الفاصلة على سبيل المقارنة بدي أخذ نفس هذه الأعداد بس بدي أحط فوق فاصلة وتحت فاصلة لأنه فوق عشري وتحت عشري يعني مثلاً بدي أجي أحكي لكم تسعة بالعشرة تقسيم تلاتة بالعشرة أو واحد واثنين بالعشرة تقسيم اتنين بالعشرة بالله ننتبه ننتبه مع بعض أنا بدي أعمل حالي مش شاف الفاصلة لا فوق ولا تحت وقسم قسم عادية تسعة تقسيم تلاتة فيها تلاتة الآن نزيل الفاصلة ليش؟ كأني بقول الفاصلة مع الفاصلة راحة واللي بأكد لي إنه عدد المنازل على اليمين هو نفسه تحت عددها على اليمين فوق هو نفسه عددها على اليمين تحت كأني بقول هيك يا جماعة بتروح الفاصلة مع الفاصلة تسعة تقسيم تلاتة تلاتة يا دار ما دخلك شر نزيلوا الفاصلة طيب خلينا نقسم هذا بعمل حالي مش شايف الفاصلة انسوا لي الفاصلة من فوق ومن تحت وقسموا لي 12 تقسيم 2 فيها 6 نزيل الفاصلة خلص ما منحطها في الجواب طيب على اعتبار هيك اني بدأت ان الفاصلة راحت مع الفاصلة اذا شفوا لي الحالة الاولى والتانية هنا نبقي الفاصلة هنا بنشيل الفاصلة خلص ما هي الفاصلة مع الفاصلة راحت اما الحالة التالتة هاي بدي احكي عنها اللي فيها صحيح على عشري برضو بدي ااخد تقريبا نفس الاعداد بدي اقول 9 تقسيم 3 بالعشرة فوق هو الصحيح وتحته العشري او اقول 12 تقسيم 2 بالمية او مثلا بدي احكي يا جمعة الخير 15 تقسيم 3 بالالف 3 بالالف يعني صفرين او بدي احكي عن العدد اللي اجا في امتحان الوزارة لجيلة 2002 وتلت ارباعة الطلاب طلعوا بقولك احنا معرفناش نقسم عدد صحيح على كسر عشري ليش تعالوا يا جماعة اللي هو كان اربعين على اربعة بالالف بالله يفتحوا لي عينيكم معي في هاي الحالة برضو نزيل الفاصلة سوف نزيل الفاصلة سوف نزيل الفاصلة ونضيفه اصفارا ونضيفه اصفارا طيب كم من صفر بدنا نضيف حسب عدد المنازل التي على يمين الفاصلة على يمين الفاصلة ننتبه مع بعض يا جماعة الخير انا بدي اعمل حالي مش شايف الفاصلة اعمل حالنا مش شايفين الفاصلة اقسموا لي القسمة العادية 9 تقسيم 3 3 الان نزيل الفاصلة يعني الفاصلة ما رح تطلع في الجواب النهائي بس بدي اضيف صفار هلأ كم من صفر بدنا نضيف حسب عدد المنازل اللي على يمين الفاصلة طلعوا لي هون على يمين الفاصلة كم من منزلة واحدة يبقى منضيف صفر واحد ليش ضفنا صفر واحد لانه على يمين الفاصلة منزلة واحدة طب بلاش سيبوكم من هذا المثال تعالوا على هذا اتنعش تقسيم اتنين فيها ستة كم من صفر بدنا نضيف طب كم من منزلة على يمين الفاصلة منزلتين يبقى منضيف صفرين طب تعالوا خمستعش تقسيم 3 5 كم من صفر بدنا نضيف فيه على يمين الفاصلة كم من منزلة تلت منازل يبقى بضيف تلت صفار آها إجينا للسؤال الوزاري هذا أربعين تقسيم أربعة فيها عشرة هذا الصفر أنا ما أضفته يا جماعة هذا الصفر موجود من أول اللي هو أربعين على أربعة عشرة هلا بدي أبدأ أضيف كم من صفر بدل نضيف واحد اتنين تلات يبقى بدل نضيف تلات أصفر فبتصير عشر تلاف هذا السؤال اللي أجل إيش لطلاب الألفين واثنين النظاميين طيب القسمة تلات أنواع عشرة صحيح عشرة على عشرة وصحيح على عشرة هدول التنتين بيشبهوا بعض لكن هون نبقي الفاصلة هون نشيل الفاصلة عشرة على صحيح نبقي الفاصلة واحد بقول لك طب ما كان شلتها طب ما عمين أشيلها هو في فاصلة تحت تنشال معها لا فعشان هيك خليتها بينما هون فوق صراحت مع بعض نزيل الفاصلة هون فوق ما زلنا الفاصلة لا وكمان أضفنا أصفار كم من صفر حسب عدد المنازل العيني الفاصلة إذا منزلنا بضيف صفر منزلتين بضيف صفرين ثلاث منازل بضيف تلت صفر وهكذا الآن هاي العمليات الحسابية على الكسور العشرية بدنا ناخد هلأ العمليات الحسابية على الكسور العادية وهلأ يا جماعة الخير بدنا نحكي عن العمليات الحسابية على الكسور العادية الآن بدنا نكون عارفين أنه الكسر العادي هو الكسر اللي بينكتب على صورة بسط على مقام يعني مثلاً خمسة على سبعة هذا من يعتبره كسر عادي ليش؟ لأنه فيه له بسطه أديش البسط؟ خمسة وأديش المقام؟ هو سبعة فأي عدد مكتوب على الصورة هاي منسميه كسر عادي بسطه اللي فوق مقامه اللي تحت يعني لو أنا أجد حبت لكم سالب 3 على 8 من البسط هون بده يكون السالب 3 طيب ومين المقام؟ اللي هو 8 طيب لو كتبت عدد صحيح وما إلو مقام أنا بدي أحط له مقام منقول هيك اللي ما إلو مقام قديش مقامه؟ مقامه واحد أكتبوه عندكم العدد الذي لا مقام له مقامه واحد طيب بعد ما عرفنا شو هو الكسر العادي خلينا ناخد العمليات الحسابية عليه اللي هي شو هي؟ ضربه وقسمته وجمعه وطرحه نبدأ في أبسط عملية اللي هي عملية الضرب في عملية ضرب الكسور العادية بنحكي هيك تضرب البسوط ببعضها وتضرب المقامات ببعضها يعني على بلاطة اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت مثلاً إيجانا سؤال زي هذا قال خمسة على سبعة ضرب سالب تنين على تلات بدنا نطلع ناتج عملية ضرب الأعداد الكسرية هاي الكسور العادية منقول هيك بضرب اللي فوق في اللي فوق وبضرب اللي تحت في اللي تحت وضربونا يا جمعة الخير خمسة ضرب سالب تنين سالب عشرة وسبعة ضرب تلات اللي هي واحد وعشرين بكل بساطة عملية الضرب منضرب البسوط في بعض ومنضرب المقامات في بعض اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت لكن افطردوا إيجانا سؤال زي هذا مثلاً تنين على خمسة ضرب سبعة طب أنا عرفت إنه اللي اتنين بدي أضربها في سبعة طب والخمسة في إيش بدها تنضرب فيش داعي تنضرب والدليل إنه لو بدي أحط هون مقام شو اللي مالوش مقام مقامه واحد يعني لو حطينا واحد وضربنا ها تنين ضرب سبعة فيها أربعطاش وخمسة ضرب واحد برضو بتضل خمسة طب لو إجانا سؤال زي هيك سالب ستة ضرب سالب تنين على خمسة طي السالب ستة مالهاش مقام شو مقامها منحط لها واحد بضرب اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت سالب ستة ضرب سالب تنين موجب اطناش فيش داعي أكتب الموجب وواحد ضرب خمسة فيها خمسة إذن الضرب بكل بساطة نضرب اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت شغلة بدي أنبه عليها يا جماعة اللي بيشتريوا البطاقات اللي بدرسوا معانا عن طريق البطاقات لا يعني إنك تحضر الفيديو يبقى خلاص لا لازم نسجل يكون فيه معك دفترك وبتكتب كل صغيرة وكبيرة عليه لا يكفي إنك تحضر لا يكفي لازم تكتب بإيديك لازم تكتب بتقيد المعلومة صغيرها وكبيرها طيب نيجي نحكي هلأ عن العملية التانية اللي هي عملية القسمة الجمع والطرح اللي فيهم توحيد مقامات إذا ما كانت المقامات موحدة بعدين إني أحكي عنهم عملية القسمة ما هي إلا ضرب بالمقلوب يعني إذا إجاني سؤال زي هيك 2 على 5 قسمة بدي أقسمها أنا بدي أعتمد هذا الرمز للقسمة قسمة مثلا سالب 7 على 4 وبدي أطول الناتج شوفوا شو بعمل الكسر اللي فوق اللي هو 2 على 5 يبقى على ما هو عليه وبحول عملية القسمة إلى ضرب بالمقلوب حنتعود على هذه الحركة كتير بقلب لما أقلب السالب 7 على 4 بتصير 4 على سالب 7 في كتير طلاب بفكروا إنه لما نقلب بدنا نغير إشارة لا القلب إشي والعكس إشي القلب تغيير المواقع البسط سوف يصبح مقاماً والمقام سوف يصبح بسطاً من بد المواقع دون المس بالإشارة يعني اللي معا إشارة بتنزل معا إشارته اللي ما معا ما بحط له طيب عملية القسمة رجعت لعملية ضرب اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت وضربوا لنا اللي فوق في اللي فوق 2 ضرب 4 و 8 طب و اللي تحت في اللي تحت 5 ضرب سالب 7 فيها سالب 5 و 30 كمان مرة نعيد شو حكينا الكسر اللي فوق اللي هو 2 على 5 بيضل زي ما هو وبحول عملية القسمة لضرب ضرب بإيش؟ بمقلوب الكسر اللي تحت بدل ما هو سالب سبعة على أربعة بخلي إيش أربعة على سالب سبعة طيب ناخد سؤال حكالنا فيه بدي تقسمولي اتنين على ثلاث على سالب خمسة إحنا اتفقنا إنه اللي فوق بديو يضل زي ما هو اللي هو الاتنين على ثلاث وبيدي أضرب في المقلوب طيب يا الله فيش مقام للسالب خمسة اللي ملوش مقام شو مقامه واحد بدنا نقلبه شو بديو يصير هون معين بدل ما هو سالب خمسة على واحد واحد على سالب خمسة رجعت عملية ضرب زي قبل شوي اللي فوق في اللي فوق تنين ضرب واحد تنين واللي تحت في اللي تحت تلات ضرب سالب خمسة سالب خمستاش ناخد كمان سؤال نعفوا سبعة تقسيم سالب تنين على خلنا نحكي 11 إحنا اتفقنا إنه اللي فوق راح يضل زي ما هو وأضربه في المقلوب شو مقلوب السالب 2 على 11 اللي هو عبارة عن 11 على سالب تنين طب فيش مقام بنحط إحنا المقام واحد بيجعت عملية ضرب عادية اللي فوق في اللي فوق سبعة في 11 سبعة وسبعين واللي تحت في اللي تحت واحد ضرب سالب تنين اللي هي سالب تنين إذن عملية الضرب والقسمة بشبهوا بعض الضرب بضرب مباشرة اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت القسمة بحولها لعملية الضرب بس إيش؟ ضرب بالمقلوب بدنا نقلب اللي تحت وليس اللي فوق نيجي هون لعمليات الجمع والطرح إذن بدي أكتب عنوان أنا الجمع والطرح وفي عندنا حالتين الحالة الأولى ألف إذا كانت المقامات موحدة المقامات موحدة الحالة الثانية باء إذا كانت المقامات غير موحدة المقامات غير موحدة طيب يا جمعة الخير خلينا نبدأ بالحالة الأولى الحالة السهلة لما تكون المقامات موحدة كلمة المقامات موحدة طبعا أنا بحكي عن عملية جمعة طرح يعني إنه المقام اللي هون هو نفسه المقام اللي هون أي أن العدد نفسه المقامات موحدة أي أن العدد نفسه اللي في المقام يعني مثلا سبع هون وسبع هون فلنفترض 2 على 7 زائد 3 على 7 شوف المقام الموحد اللي هو 7 يبقى على ما هو عليه 7 أنا شغري في البصوط بجمع 2 زائد 3 فيها 5 أو مثلا إجانا سؤال زي هيك 11 على 3 ناقص السالب مثلا 2 على 3 المقام الموحد اللي هو 3 بنخلي زي ما هو طب يا جماعة سالب في سالب موجب بتصير 11 زائد 2 اللي هي عبارة عن 13 إذن يا جماعة في حالة كون المقام موحد مش يجي طالب يجمع لي 3 زائد 3 ستة المقام بظل زي ما هو ولو واحد يجمع سبعة وسبعة لا 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 المقام زي ما هو بظل سبعة إحنا شغلنا وين في البصوط طب تعالوا ناخد كمان مثال قال 4 على 7 خلاني نحكي زائد سالب 2 على 7 المقام 7 بظل زي ما هو 7 طيب موجب في سالب فيها سالب شغري في البصط 4 ناقص 2 فيها قديش؟ 2 طيب تعالوا معي هلأ للحالة التانية الحالة اللي بتكون فيها المقامات غير موحدة خلنا ناخد مثال بسيط على حالة المقامات غير الموحدة ونقول إجانا سؤال بحكي 6 على 7 خلنا نحكي ما قص 2 على 3 شوفوا كيف بدنا نواحد مقامات فيه طريقة اللي بنعرفها من زمان اللي بضرب في 3 بضرب في 3 وهون بضرب في 7 وهون بضرب في 7 هي طريقة صحيحة 100% لكن أنا للتسهيل وعشان برضو يكون وقتنا خلنا نحكي وقت عملية توحيد المقامات أقل من المعتاد بدي أحكي لكم طريقة بتهيأ اللي مرت عليكم ابتشبه عملية الضرب التبادلي بس ما منسميها عملية الضرب التبادلي هي عملية توحيد بس سريعة شوي شو بتقول أول إشي بضرب المقامات في بعض 7 في 3 و 21 وبرجع الإشارة اللي كانت بناتهم ما قص نعيد أول إشي بضرب الأعداد في بعض 7 في 3 و 21 وبرجع الإشارة اللي كانت بناتهم اللي هي سالب برجعها سالب الآن هادي الستة بضربها في الثلاث وهادي الاثنين بضربها في السبعة طب ستة ضرب ثلاث فيها 18 طب تنين ضرب سبعة فيها 14 الآن بترح طريح عادي 18 ناقص 14 فيها 4 والواحد وعشرين بتنزل خلنا نعندها إذا كانت المقامات غير موحدة شوفوا شو منعمل أول إشي بضربها في بعض بقول 7 ضرب 3 و 21 وبنزل الإشارة اللي بناتهم سالب بنزلها سالب بعدين زي كأنها عملية ضرب تبادلي بضرب الستة في 3 و 18 والاثنين في سبعة فيها 14 وبقول 18 ناقص 14 فيها 4 الكل على 21 ناخد مثال تاني 5 على 3 خلنا نحكي زائد بدي أحكي 9 على 2 9 على 2 أول إشي هل المقامات موحدة لا يبقى أضربها أضربولي 3 ضرب 2 6 رجعولي الإشارة زائد شغلتين مهمات ضرب المقامات في بعض 3 ضرب 2 6 والإشارة جمع تنزل جمع الآن بضرب الخمسة في الاتنين اللي هي قديش 10 وبضرب التسعة في تلات اللي هي قديش 27 خمسة في الاتنين عشرة تسعة في تلات اللي هي 27 طيب تعالوا نجمعهم عشرة زائد 27 فيها 37 الكل على 6 طيب والإجاني عدد زي هاد 6 لحال ناقص خلنا نحكي 2 على 5 طيب له يا جماعة الخير فيش مقام هون اللي ملوش مقام شو اتفقنا مقامه 1 اضربوا لي ياهم 1 ضرب 5 5 الإشارة سالب بنزلها الآن بضرب ال 6 في الخمسة وبضرب التنين في الواحد طيب 6 في 5 تبقى 30 و 2 في 1 2 نطرح يلا نطرح 30 نقص 2 28 الكل على 5 ناخد كمان سؤال مثلا 4 على 9 زائد 2 ما فيش مقام ايه مني اعتبره 1 طيب نضرب 9 في 1 9 الإشارة زائد بنزلها زائد اضربوا لنا 4 في 1 اللي هي 4 اضربوا لنا 2 في 9 اللي هي 18 نجمع 22 على 9 اذا اذا ما كانت المقامات موحدة احنا منوحدها بهذه الطريقة بضرب المقامين في بعض بنزل الإشارة وزي كأنها عملية ضرب تبادل العمليات الحسابية على الكسور العادية اخذنا منها اللي ممكن نحتاجه في المادة الآن ان شاء الله يا جمعة الخير بدنا ننتقل عن النقطة الرابعة اللي هي مفهوم الأس والجذر وهلا يا جماعة بدنا ناخد مفهوم الأس والجذر لما احنا نقول ألف أس نون الألف هاي منسميها أساس بينما النون منسميها أس منقرأها هيك ألف أس نون هلا هاي شو معناها سوف نضربوا الأساس اللي هو ألف في نفسه مش في النون كتير طلاب بيجوا بقولهم 3 أس 2 بقولك 6 هيك كيف 6 قد ضربنا 3 في 2 أنا لو بدي أضرب 3 في 2 وانا بقولك 3 ضرب 2 أما أنا بحطها على صورة أس للدلالة على أنه بدنا نضرب الأساس في نفسه سوف نضرب الأساس في نفسه وليس في القس هلأ كم من مرة بدي أضربه بنفسه حسب القس اللي معي مثلا إجينا سؤال سالب 2 قس 4 منقول هاي عبارة عن سالب 2 ضرب ضرباش ضرب سالب 2 يا جماعة ركزه معي هون ضرب سالب 2 يعني بدي أضرب الأساس اللي هو سالب 2 في نفسه آه بس كم من مرة أربع مرات مرة مرتين ثلاث أربع ويساب سالب في سالب موجب في سالب سالب في سالب موجب أو بقول هيك سالب في سالب موجب وسالب في سالب موجب هالموجب ضرب هالموجب فيها موجب طيب تنين ضرب تنين أربعة أربعة ضرب تنين تمانية تمانية ضرب تنين ستاش ضرب من الأساس في نفسه طيب سالب خمسة أستلات هدي معناها سالب خمسة ضرب إيش أقضي الضرب ضرب سالب خمسة ضرب سالب خلاص أشوف آه والله خلاص مش الأستلات واحد تنين تلات طيب سالب في سالب موجب طب موجب في سالب سالب خمسة في خمسة 25 25 في خمسة 125 1 والسبعة 1 ضرب 1 ضرب 1 ضرب 1 ضرب صاروا سبع مرات أم لا سأخير لنعيدهم مرة مرتين 3 4 5 6 7 والله لو صاروا عشرة ما هو واحد في واحد في واحد على طول واحد كذلك الصفر صفر ضرب صفر ضرب صفر ضرب صفر صاروا خمسة واحد من 3 four five واه والله ويساوي صفر لو قدام شوي رح أحكي لكم إنه الصفر أس أي عدد رح يساوي صفر كذلك واحد أس أي عدد رح يساوي واحد كمان لقدام شوي رح أحكي لكم أنه العدد السالب إذا كان مرفوع لعدد فردي لأس فردي شو هم الفردي واحد ثلاثة خمسة سبعة وهكذا سيبقى الجواب سالبا بينما إذا كان العدد السالب مرفوع لأس زوجي مرفوعا لأس زوجي فمعناتها الجواب بده يكون موجب كمان شوي بنحكي عنها الآن في أعداد يا جماعة الخير دائمة التكرار في الكتاب وكذلك في امتحان الوزارة مش معقول مثلا أنا لما يجيني 3 قس 2 أعود أقول له 3 ضرب 3 ويساوي 9 أنا لازم أكون حفظهم معلش في جزء من الرياضيات حفظ قوانين أعداد مربعات مكعبات جذور هدول مش من باب بدي أحفظهم من باب أسهل علي بدل ما عود أحسبهم فبحفظهم بكون حفظهم من أول وحتى لو ما حفظناهم عملية إيجادهم بسيطة جدا اللي هي مربعات الأعداد وكذلك مكعباتها المربعات من صفر إلى 12 أنا بالعادة في المراكز أحفظهم للعشرين وكذلك مكعبات الأعداد من صفر إلى عشرة صفر قس 2 صفر تربيع مربع يعني مرفوع لقس 2 مش لتنين نحكي لها تربيع صفر تربيع ما رح أكتب للمصحح صفر ضرب صفر ويساوي صفر بحسبها بعقلي صفر تربيع يعني صفر بدأ أضربه في نفسه مرتين صفر ضرب صفر صفر واحد ضرب واحد واحد تنين ضرب تنين تنين ضرب تنين مش معناها تنين ضرب هذه لتنين لأ لتنين ضرب نفسها مرتين تنين ضرب تنين أربعة تلاتة تربيع تلاتة ضرب تلاتة تسعة أربعة تربيع أربعة ضرب أربعة ستاش خمسة وعشرين أشوف ستة وتلاتين تسعة وأربعين أربعة وستين واحد وتمانين مية مية واحد وعشرين مية وأربعة وأربعين المكعبات يعني أضرب العدد فيه نفسه يا جماعة تلات مرات صفر ضرب صفر ضرب صفر اللي هي صفر واحد أستلات واحد اتنين أستلات تمانية لأنه اتنين ضرب اتنين أربعة وأربعة ضرب اتنين تمانية تلاتة أستلات تلاتة ضرب تلات تسعة وتسعة ضرب تلات سبعة وعشرين أربعة وستين مية وخمسة وعشرين ميتين وستعش تلات مية وتلاتة وأربعين طلع كيف قال كتب تلات مية وتلاتة وأربعين بدأت بالأحد عادي خمسمية واثناش سبعمية وتسعة وعشرين ألف هدول المربعات والمكعبات من باب إنهم بتكرروا كتير فمليح إني أكون حافظهم مباشرة طيب هون عنا قاعدة صفر أس أي عدد شو كان العدد غير الصفر صفر أس صفر ما ليش دعوة فيها أنا بحكي صفر أس أي عدد يساوي صفر لأنه ما راح يمر معي للعلم يعني ما راح يمر معي صفر أس صفر أو مثلا صفر أس سالب ثلاث فأنا ناخد راحتي وعارف شو بحكي لك صفر أس أي عدد يساوي صفر كذلك واحد أس أي عدد يساوي واحد فهون هذه القاعدة صفر أس أي عدد يساوي صفر كذلك واحد أس أي عدد يساوي واحد هدول لما نلاقيهم بالله يروح معي لهذاك الجزء واحد أس سبعة واحد صفر أس خمسة صفر أنا كان بإمكاني بدل ما أمر في هذه المرحلة طبعا هذه الأمثلة بس فقط للتوضيح شو هو الأساس وشو هو الأس وكيف منطلعه إنما فعليا أنا لو إجاني سؤال واحد أس سبعة خلاص واحد أس أي شي طوالي بكتب واحد صفر أس أي شي طوالي بكتب صفر نرجع مع بعض يا جماعة الخير لرفع العدد السالب الآن العدد السالب أنا بحكي بس عن العدد السالب سالب ثنين سالب واحد سالب خمسة سالب عشرة سالب واحد سالب ثلاث هدول الأعداد السالبة لما أرفعهم لأس زوجي رح يطلع الجواب نوجب الزوجي اللي هو اثنين اربعة ستة تمانية عشرة إلى آخرين الفردي واحد ثلاث خمسة سبعة تسعة إلى آخرين طلعوا كيف بدي أطولي الناتج أول إشي بحدد الإشارة بعدين بطولي الناتج العددي تعالوا نحدد الإشارة بالأول سالب أس هذا العدد اللي هو أربع طب الأربع زوجي ولا فردي العربع زوجي السالب لما يرتفع لأس زوجي بطلع الجواب إيش موجب هذا من ناحية الإشارة نيجي إلى العدد تنين أس أربعة يعني بدأ أضرب التنين في نفسها أربع مرات تنين ضرب تنين أربعة أربع ضرب تنين تمانية تمانية ضرب تنين ستة عشر تعالوا لهذا السؤال هنا السالب شو أسه فردي والسالب مع الأس الفردي بيضل سالب طب هو عشرة أس ثلاث عشرة في عشرة مية مية في عشرة ألف طيب سالب واحد أس ستة هذا الأس زوجي سالب لأس زوجي موجب طيب واحد أس ستة واحد أس أي عدد يساوي واحد نيجي لهذا السؤال سالب شو أسه هون فردي والسالب لأس فردي إيش سالب طب واحد أس خمسة واحد ماهن واحد أس مليون بضل واحد نيجي هون سالب شو أسه هون زوجي معناها موجب خمسة أس اتنين خمسة وعشرين سالب أس فردي سالب لأس فردي سالب طب وثلاثة أس ثلاثة اللي هي سبعة وعشرين طيب ننتقل الآن لملاحظة صغيرة بتقول إنه أي عدد أس صفر يساوي واحد راح تمر معنا في وحدة الإحصاء كتير خاصة في نظرية ذات الحدين توزيع ذات الحدين كتير راح يطلع معنا هنا الأس صفر فأي عدد أس صفر يساوي واحد لا تخافوا ما راح يجي صفر أس صفر ضمن منهاجنا فعشان هيك ما أخذ راحتي وقال أي عدد أس صفر يساوي واحد في عنا قانونين صغر يعني من زمان هم يحكمن إياهم في المدارس أصلا يمكن مش حافظين غيرهم عند الضرب تجمع الأسس وعند القسمة تطرح الأسس خليني أكتبهم عند الضرب تجمع الأسس وعند القسمة تطرح الأسس طيب خلينا نشوف هون في عندي عملية ضرب هلأ سين أس ثلاث ضرب سين أس خمسة طالما الأساس نفسه بنزله بس ما راح يمر معاي في المادة إنه هاي سين وهاي صاد يا جماعة أنا عمالي بأسس فيكم لما سوف يمر في المادة الإشي بلا مؤاخذة لي وش هيمر معانا في المادة طب ليش أغلبكم فيه وعطيكم إياه ولا معلومات إضافية معلومات إضافية بعدين لما تدخل الجامعة بحر مين هذا فيما لو تعرضتوا للرياضيات يمكن الطلاب اللي بدخلوا كلية التجارة والاقتصاد اللي بيكملوا إدارة أعمال محاسبة مالية ومصرفية اقتصاد مالية يمكن يمر معاهم أشياء غير اللي بناخدها لكن إحنا بدنا نتأسس لمنهاج التوجيه الأدبي والفندقي فمن هذا الباب يعني مثلا زي قوانين الأسس مليون قانون من هذا الباب إحنا بس بدنا ناخد لنا القوانين اللي بتدخل معانا بس فتأكد تماما هذه المواضيع التأسيسية للاها مهمة ما أخدناها نرجع مرة تانية قلنا في حالة الضرب شو بيصير تجمع الأسس ثلاث زائد خمسة تمانية طب هادي حالة قسمة عند القسمة شو بيصير تطرح الأسس عايسين سبعة ناقص تنين فيها خمسة طب تعالوا نحل هاد محطة ليش أس هون شو بيكون الأس اللي ملوش أس أسه كم واحد الله يكتبوا لنا إياها عندكم المتغير الذي لا أس له أسه واحد بالعامية اللي ملوش أس أسه أديش واحد طيب حالة الضرب عند الضرب شو بيصير في الأسس تجمع الأسس اجمعوا لي واحد زائد عشرة إحدى عش طيب هادي حالة قسمة عند القسمة تطرح الأسس طب يا الله فيش أس هون شو منعتبره واحد عند القسمة شو بيصير في الأسس تطرح خمسة ناقص واحد اللي هي عبارة عن أربعة الآن لازم نوضح ماذا نعني بالأسس السالب إذن بضللنا من مفهوم الأسس الأسس السالب وبعدين ننتقل لموضوع الجذور الأسس السالب اللي حكينا عنه يا جماعة الخير اللي هو لما يكون المتغير طبعا إحنا متغيرنا على الأغلبسين يكون عليه أسس سالب انتبهوا معايا للكلمة اللي بدي أحكيها واكتبوها عندكم يمنعوا كتابة الإجابة النهائية بأسس سالب ممنوع وأنا بحل يطلع معايا الأس سالب هلأ إن طلع سالب أنا بدي أحوله للموجب كيف باخده من جنب المعامل بنزله تحت في المقام ننتبه مع بعض وأنا بحل طلع الجواب عندي ألف سين أس سالب ألف نسميها المعامل وبغض النظر عن قيمته بس سين أسها سالب طلعوا كيف بدي أحول هذا الأس السالب للموجب الألف يلي هي المعامل بحطها في البسط بنمسك السين مع الأس تبعها بدل ما هم جنب المعامل بنزلهم لتحته هون سين طبعا لما أنزل السالب نون شو بتتحول لموجب نون لاحظوا أنا عمدا يمسكت السين اللي أسها سالب ونزلتها لتحت حتى يصير الأس موجب إلي العلم اللي ملوش إشارة شو إشارته موجب فلو ما حطتهم موجب عادي وجارة العادة أصلا إنما نحط موجب إذن كمان مرة نعيد إذا طلع الجواب أس موجب بها ونعمك خير وفضل أخليه زي ما هو لكن إذا طلع الجواب أس سالب أس المتغير فيه سالب بمسك هالمتغير اللي هو سين من الآخر بمسك السين بنزلها لتحت مع التنزيل الأس السالب شو بيصير موجب إذن المعامل بيضل فوق والسين بتنزل تحت المعامل بيضل فوق مين المعامل؟ خمسة السين بتنزل لتحت بنزل السين الأس سالب سبعة شو بيصير هون؟ موجب سبعة مين المعامل؟ سالب تسعة لاحظوا ما أهمني المعامل موجب ولا سالب أنا أهم إش السين ما تكون إش قسها سالب بما إنه القس سالب بنزله شو بيصير القس؟ موجب طيب السين قسها سالب بدي نزلها طب يا الله المعامل آه اكتبوا لنا إياها عندكم اللي ملوش معامل معامله واحد طب كيف بدنا نكتبها أكتب المتغير الذي لا معامل له معامله واحد يعني لما نشوفه متغير لهو سين ما إلو معامل شو منيكبر معامله واحد فهون بدي أحط الواحد ونزل السين لتحت بتصير سين قس لما نزلها شو بتصير ثلاث اللي ملوش معامل شو معامله واحد نزلولنا السين بتصير عشرة اللي ملوش معامل معامل واحد نزلولنا السين سين طب بديش أكتب الواحد مين إلو عندي مش اللي ملوش قس برضو قس واحد لو ما كتبت الواحد عادي أصلا بأبسط صورة مين كتبش الواحد هاد بالنسبة لموضوع الأسس الآن بدنا ننتقل لموضوع الجذور اللي هي الأصول يعني أنا بقول شو جذر التسعة مثلا هون وين جذر التسعة هاي ماذا أقصد بكلمة جذر أقصد ما هو العدد الذي إذا ضربت في نفسه مرتين بيعطيني تسعة أكيد التلات مش تلات ضرب تلات يساوي تسعة إذن شو جذر التسعة اللي هي عبارة عن تلات لا قلت مرتين لأنه اللي ملوش رتبة رتبته اتنين لكن لو بدي ما هو العدد الذي إذا ضربته في نفسه تلات مرات بيعطيني مثلا تمانية فبقول جذر تكعيدي بحط لها تكعيدي بشكل عام لما ما يكون على الجذر رتبة هذا العدد اللي هون منسميه رتبة نعتبرها اتنين يعني بس أل ما هو العدد اللي ضربته في نفسه مرتين لأنه اتنين فإذن شو جذر الصفر؟ صفر شو جذر الواحد؟ واحد جذر الأربعة اتنين جذر التسعة ثلاثة جذر الستاشة أربعة خمسة وعشرين خمسة ستة وثلاثين اللي هم هدولة يا جمعة الخير عكس مربعات الأعداد اللي حكينا عنها قبل شوي كذلك الجذور التكعيبية عكس مكعبات الأعداد اللي كنا نحكي عنها الجذر التكعيبي للصفر صفر للواحد واحد للتمانية اتنين شو العدد لو ضربته بنفسه تلات مرات بيعطيني سبع وعشرين؟ هو التلات شو العدد لو ضربته بنفسه تلات مرات بيعطيني أربعة وستين؟ أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هدول دائمات التكرار خاصة في وحدة الإحصاء يفضل الطالب يكون حافظهم لأن بدنا ننتقل يا جماعة الخير كيف انطول جذر لعدد مرفوع لأس إحنا أخذنا مثلا جذر الأربعة من دون ما يكون على الأربعة أس هون مثلا بدنا ناخد جذر الألف مرفوع لأس ثلاث جذر الخمسة وعشرين مرفوع لأس ثلاث كيفية إيجاد جذر العدد المرفوع لأس طلعوا كيف منطلعوا أول إشي بعمل حالي مش شايف لاتنين جاوبوني على السؤال أديش الجذر التكعيبي للألف؟ هو عشرة الجواب اللي بيطلع معاي برفع لأس ثلاث يعني أول إشي باخد الجذر الجواب اللي بيطلع معاي يا جماعة هو اللي برفع للأس طيب أديش الجذر التكعيبي للألف؟ عشرة طيب عشرة أس ثلاث أديش عشرة أس ثلاث عشرة أفعشرة أمية تعالوا أديش الجذر التكعيبي للأثمانية؟ اثنين الاثنين اللي طلعت معاي أس أربعة تنين في تنين في تنين في تنين اللي هي ستاش أديش جذر الخمسة وعشرين؟ خمسة طيب خمسة أس ثلاث خمسة في خمسة خمسة وعشرين في خمسة مية وخمسة وعشرين أديش جذر الستاش؟ أربعة طب الأربعة والثلاث أربعة وستين باخد الجذر الجواب ببقى أرفع طب الأديش الجذر التكعيبي للصفر صفر طب صفر والستنين صفر يعني قال قال يعني لو كانت هون مثلا الجذر الخامس مثلا للصفر والسبعة طب هي نفس الإشي الصفر من الأعداد المحببة إليه أنا دايما بقول خير الأعداد ما صفره ووحد في الأسس وفي الجذور الصفر وين مدار وجهه صفر والواحد وين مدار وجهه واحد وبشكل عام يا جماعة الخير نقول أن الجذر النوني لصفر أسميم صفر شو مكانت نون شو مكانت مين راح تكون صفر يعني هاي ثلاث خمسة تنين تسعة أيش مكانت تكون صفر كذلك الواحد بغض النظر عن العدد اللي هون والعدد اللي هون الجواب واحد طيب يا جماعة الخير تعالوا هلأ ننتقل لموضوع ربط الجذر بالأس الكسري كيف بدنا نحول الجذر لأس كسري وكذلك بالعكس هذا الحكي بفيدني في الوحدة التانية والرابعة لما أجي أكامل وأجي أشتق ما بقدر أشتق الجذر وهو بها الصورة هاي برجع لصورة أس كسري بعدين ببقى أشتقه أو أكامله لما نيجي للاشتقاق والتكامل اللي هو المادة نفسها بفرجها رب العباد بس لابد أني ألمح أنه منها لا القاعدة بتقول بحول هذا الجذر الجذر النوني لسين أس مين لا أس كسري كسري يعني إيش بسط على مقام عن طريق القاعدة اللي بتحكي الداخل على الخارج شوفوا اتجاه السهم لوين اللي جوه على اللي برة يعني مين على مين مين على نون مين على نون الداخل على الخارج خليني أحول هذا الجذر سين أس اللي جوه على اللي برة يعني مين على مين السبعة على التلات هاي سين أس اللي جوه على اللي برة طب فيش أس اللي ملوش أس أسه كام واحد يبقى واحد على خمسة طيب سين أس الداخل على الخارج يعني سبعة على آه فيش رتبة اللي ملوش رتبة شو رتبته اثنين هلأ اكتبوها بالجذر الذي لا رتبة له رتبته اثنين بالجذر اللي ملوش رتبة رتبته اثنين يعني هاي بدها تصير سين أس이에شعة ايش اللي ملوش أس أس واحد اللي ملوش رتبة رتبته اثنين واحد على اثنين واحد على اثنين طيب هلأ بدنا بالعكس نحول الأسس الكسرية لجذر بدنا نحولها لجذور هاي جذر سين 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 بيضل علي أحدد مين اللي جوه ومين اللي برا الداخل على الخارج مين الداخل واحد مين الخارج خمسة طيب يا جماعة إذا واحد ما حبش يكتب الواحد حلو صح ولا غلط حلو الله صح لأه Exchange لان اللي ملوش قسوا واحد فعادي لو ما كتبنا طيب الداخل تسعة والخارج تنين واحد ما حبش يكتب هادي لتنين عادي لأنه اللي ملوش رتبة شو رتبته رتبته تنين اه ما حبش يكتب لتنين مش ما حبش يكتب لجذر اه الجذر لازم يكتب طيب الداخل على الخارج يعني هنا واحد بدك يكتبها هنا تنين برضو بدك يكتبها محدش إله عندك الداخل على الخارج يعني هون خمسة وهون سبعة إحنا ما حكينا عن الجذور بتعمق إحنا أخذنا منها اللي بلزمنا في منهاجنا طيب هيك إحنا منكون خلصنا مفاهيم الأسس والجذور والمتعلقات بها بما يخص منهاج التوجيه لقاءنا الجاي في حصة قادمة في النقطة الخامسة النقطة الخامسة راح تكون أولويات العمليات الحسابية لقاءنا المستمر إن شاء الله في حصتنا القادمة يعطيكم العافية كل التوفيق للجميع